ضيفنا أستاذ علم الجيولوجيا في جامعة قطر دكتور سيف بن علي الحجري أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا أهلا وسهلا فيك يعني بداية ما الذي حدث في السادس من فبراير طبعا نبدأ بالرحمة والمغفرة لضحايا هذا الزلزال والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين البنية التكنونية للأرض هي بنية من سنن الحياة فيه ومن سنن تكوينها هي تتحرك وتتغير من فترة لفترة بس أبد لو سمحت تخبرنا شيء يعني تكتونية صح؟ التكتونية صح التكتونية هذا المصطرح نعم التكتونية التكتونية هي البنية الهندسية لتراكيب الكرة الأرضية كما نعم الكرة الأرضية لا حجم معين وهذا الحجم لا يزيد ولا ينقص ولكن تتغير ملامها بالحركات هذه الكتل يسمونها الصفايح المتحركة عبارة عن صفايح تحاول هذه الصفايح أن تتماشى معها أيضا الحفاظ على هذه الكرة الأرضية لا تزيد حجمها ولا تنقص لأنها في مدار يجب أن تكون بهذه ولكن تتحرك وتتغير نعم ماذا يحدث في هذا النطاقات سطع الإنسان وبالحمد لله بوصول إلى معرفة ضخمة بتحديد كل النطاقات الصاخنة أو النشطة زلزالية وستطع أيضا يحدد الأماكن الصاخنة التي في احتمال للبراكين ونجح بتحديد بالضبط التنبه بالبراكين ولكن إلى هذا الوقت لم تستطيع الأبحاث تصل إلى التنبه الدقيق للزلازل وهي معظلة في الواقع لأن الزلازل لها تأثيرها بالغ على الحياة على الجانب النفسي وعلى الممتلكات وهذا ما حدث في الحقيقة في هذه المنطقة هذه المنطقة تعتبر من أنشط مناطق الزلزالية على المنصف والدولي تمتد نطاقات في شمال ابتداء من إيران وحتى كانت في الماضي في الجزيرة العربية ولكن أصبحت الجزيرة العربية الحاليا أكثر استقرارا لأنها بعيد النوع ما من النطاقات الزلزالية فهي تمتد جبال زاقروس وتتحرك إلى مناطق إيران ثم إلى تركيا إلى بلاد الشام وتنتهي في البحر الأحب أو تلتقي معه هناك ثلاثة كتل لها حركة الجزيرة العربية تتحرك إلى الشمال الشرقي نوع ما سنويا البحر الأحمر يكبر بحيث أن الكتلة الأفريقية تتحرك إلى اتجاه العكسي إذن هناك تباعد بين الكتلة العربية والكتلة الأفريقية ولكن هناك تصادم بين الكتلة الأسوية الأوروبية مع الكتلة العربية لأنها هي في تجاهي هذه الحركة قد تكون حركة بشكل هذه قد تكون حركة بالمنطق هذه هذه سببت نوع من إيش الصدوع الصدوع يعني هناك قطع في هذه الصخور أصبحت أكثر هشاشا وبالتالي الطاقة التي تبنى في باطن الأرض هي طاقة مستمرة في البناء لأن درجات الحرارة تزيد كل معمقنا وتصبح المآدن في صورة لدن يعني دائبة ما نلاحظه في البركين نعم دكتور سيف يعني أنا أشكرك على كل هذا التوضيح لأنه صارت الأمور ربما أوضح بالنسبة لنا ولكن تتحدث بأن هذه المنطقة هي نشطة على صعيد الزلازل وتحدثت أيضا بنقطة معينة بأنه لا يمكن التنبؤ ولكن أعتقد أنه توقعات حاضرة يعني لا يمكن أن نتنبأ ولكن يمكن أن نتوقع خاصة إذا منطقة نشطة بالزلازل كما تتحدث ولكن دراسة تحدثنا عنها أنا وسارة زميلتي وكانت تتحدث عن مدير خدمة رصد زلازل السويسرية ستيفن فيمر وكانت تحدث بأنه وقوع زلزال بقوة ذلك الزلزال الذي سجل في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا هو أمر نادر الحدوث لماذا نادر وأنت تتحدث الآن وتقول بأن هذه المنطقة نشطة بالزلازل لا لا هذه المنطقة معروفة ولو تتبعنا تاريخ الزلزال في هذه المنطقة يوميا نحن نسجل بالفعل يمكن لا نحس فيه هل يقصد القوة قوة الزلزال نادرة بهذه الدرجة؟ نعم القوة هي نادرة القوة لما توصل إلى فوق ثمانية هذه طبعا تعتبرها القوة العظمى في المخياس يعني هي أعلى وهذا لنعتقد نادرا لا يحدث كثيرا ولكن حدث في الماضي ونحن لو تتبعت تاريخ الزلازل في إيران وفي المنطقة حتى منطقة هذه نلاحظ أن الضحايا حتى تجاوز 35 ألف قتيل في إيران وهنا السؤال القوة والشدة مصطلحين نسمعهم هل هناك فرق بينهم أم هم يعنوا نفس المعلم؟ نعم القوة طبعا الجزال يقاص بقوة من بؤرة الزلزال التي تنطلب الشدة هنا تعتمد على عوامل أخرى وبالتالي لما يكون عندي مثلا أنا في البنية تحتية قوية الصخور ممتازة الشدة تصبح رغم من القوة كبيرة الشدة تصبح أقل تأثيرا إذن الشدة هي تأثير الزلزال والقوة هو شيء يقاص بقياس معين بالفعل يعني تأثير الزلزال فالمنطقة اللي ناكله وللاحظنا أن المنازل التي سقطت وتتبعناها النصر أنها لم تبنى بمواصفات مقاومة لدرجة 7 و 8 وقد تصل 9 بعض الأحيان وهذه طبعا كارثة بالفعل إذن هذه القوة لم تبنى بيوم أو ليلة بنت بالسنوات عديدة جدا نحن نتحدث عن بعد 100 سنة ربما يعني هكذا تتحدث الأخبار أنه قبل 100 سنة ربما يعني منذ 100 سنة لم يتعرض تتعرض هذه المنطقة وبالتالي هذا العالم السويسري نعم نعم هنا يعني أيضا العالم السويسري أنه عم نحكي بعدنا عنه أيضا تحدث بأنه اللي كنت بدي أحكي سارة هون غير أنه نادر دكتور بأنه التكرار ربما يعني يحدث ولكن بشدة أقل أو بكما تحدثت ترددات ترددات أقل ربما تحدث ولكن هي حاضرة وربما تحدث دائما الزلزال الأساسي والرئيسي لما يحدث وخاصة هذا الحدث على بعد حوالي 18 كيلومتر تحت الأرض هناك توابع وتوابع قد تستمر لشغول لماذا تحدث توابع؟ لأن الحركة التي حدثت كان هناك انزلاق لحوالي ثلاث أمتار يعني هناك حركة ثلاث أمتار ثلاث أمتار ليس بالأمر سهل أن تتحرك هذه القتلة إذن طاقة لا يمكن أن يتخيل الإنسان أن تستطيع أن تحرك هذه القتلة الضخمة وغورة الزلزال على عمق 18 كيلومتر إذن قوة رهيبة جدا ماذا عملت؟ طبعا أثرت على كل الفوالق والصدوع التي في المنطقة فالأرض أو هذه الصدوع لا تأخذ استقرار تام تبدأ في عملية تجليس ما يعيد التوازن لهذه المنطقة بعد عملية الهزة لأن عملية الهزة هي فقد للتوازن على أن تعيد توازنها مرة ثانية واستقرارها تخرج هذه التوابع ووصلت إلى خمسة وشوية تعتبر قوية نوع ما إذن توابحت السمر لفترات طويلة ولكن لحسن الحب النهية تقل كل ما بعدنا عن فترة أو الزمن الذي انطلقت فيها الطاقة من بورة الزلز نعم دكتور هذا ما يحدث في الغالب لدينا سابقة ما حدث في اليابان عام 2011 كان هناك هزة ارتدادية كانت 7.4 ثلاثة هزة الارتدادية والزلزال الارتدادية لها كان بقوة 9.1 إذن الهزة الارتدادية كانت أقوى من الهزة الأولى لا ممكن لا تعتبر يعني مش حابين نكون سلبيين ولكن هنا نجل نوضح إن دائما الهزة الارتدادية هي أقل من اللازل قد يحدث الزلزال آخر تأثرة نظرا لارتباط الفوالق لهذه الفوالق هي تتجه باتجاهات مختلفة قد تكون تأثير الهزة الأولى أدت إلى انطلاق قوة أخرى مجاورة وعملت هزة جديدة إذن هنا سنلاحظ أن عندنا التوابع ستكون من الهزتين هذه التوابع دكتور هي تعيد المنطقة إلى ما عهدناها عليه يعني نحن نرجع الصفائح التكتونية التي تتحدث عنها ترجع إلى مواقعها كما كانت أو هناك تغيرات لا شكرا يعني جيولوجية تنشأ هناك تغيرات حتى هي تعيد نفسها وهذا يسري حتى على المنازل اللي نبنيها نلاحظ بعد فترة المبنى الجديد يبدأ تشغطها في الجزاء لماذا يحدث هذا؟ لأن تبتدي هذه الأثقال تتعامل مع الطبقة السفلة بطريقة بحيث أنها ترتاح أو تعيد توازنها بثقل الذي بنيت عليه إذن وهذا من سنن الحياة أي حاجة تحدث من كذلك نلاحظ حتى المباني التي تشققت لم تسقط ثم سقطت فيما بعد صحيح لأن أيضا هي بدت ترجع إلى التوازن بعد ما حدثت في حتى اليوم لاحظنا أن اليوم في مباني تسقط كانت واقفة بفترة ستة أيام إذن هذه جزء من النظام الفيزيائي للمواد إن هي تستقر لحالة توازن الحيوانات دكتور في الأيام الماضية شاهدنا العديد من الفيديوهات كانت تظهر سلوك غير معتاد لبعض الحيوانات بعدها كان لطيور قطة كلاب وكأنها تنبأت أو كأنها استشعرت أو كأن كان لديها شعور مخالف هل هذا شيء علمي؟ هل هذا شيء حقيقي؟ نعم بالفعل الحيوانات لها إحساس أقوى من الإنسان بقرب حدوث الزلجال ولكن لفترة قصيرة جدا وبالتالي يجب بالفعل أنها نستفيد إذا حدد أن تقوم هذه الكينات بسلوك مفاجئ غير المعتاد إذن هي مؤشرات نعم بأن حاجة ما ستحدث وهذا يحدث حتى في الطقس بعض الأحيان نعم أن هي أكثر قدرة على التنبؤ نعم وبالتالي استشعار لها قدرة على استشعار أكثر من الإنسان نعم نعم دكتور ربما هيك سؤالي يعني روحك على الجانب الإنساني الذي نراه الآن حاضرا بقوة في مناطق الزلزال بالجنوب التركي والشمال السوري أتحدث عن فرق الإنقاذ بالتأكيد وهون فرق الإنقاذ والمسؤولية التي تقع على عاتقهم يعني أنت عم تحكي عن هزات ارتدادية هناك مصطلح أيضا حزام الزلزال الذي نسمع به دائما لأي يعني درجة هناك ضمانات بأنه فرق الإنقاذ عندما تذهب وعندما تقوم بواجبها الإنساني أنه أيضا لا يمسها أي سوء يعني جراء هذه الهزات الارتدادية المتكررة طبعا هم في خطر دائما هؤلاء الأبطال أن هناك توصيات معينة ربما إذا كانت التوصيات هي لا شك هم متدربين بشكل جيد ورغم تدريبهم تحبث أيضا أيضا سمعت هناك بعض جراء منهم بعض ما أصيب منهم لأن الدافعية التي ومسؤولية التي على تعاتقهم أنهم أيضا يقوموا بإنقاذ الناس في حالات صعبة وظروف قاسية وبالفعل قد تحدث هذه الهزات أيضا بالفعل ضحايا منهم والحمد لله إلى الآن بعض أصيب إصابات خفيفة نعم الهزات هذه أيضا بالفعل قد تسقط مبنى تشقق وأصبح هو يحتاج إلى فقط هزة بسيطة ليسقط وربما هم مدربين أكثر للتعامل مع هذا النوع لذلك نشاهد دائما أن السلطات تحث وتنصح المواطنين أو المدنيين بعدم التواجد في أماكن الإنقاذ لربما إتاحة الفرصة لمن هم أكثر اختصاصا سونامي الكلمة المرعبة الجديدة نعم لا تقل عنها كثير جدا هذه الأيام أنه ربما يكون هناك تسنامي لاحق للزلزال الذي حدث نعم بالفعل هذه أيضا ما يحدث من توابع الزلازل وركن هي لا تحدث عندما يحدث الزلزال في اليابسة إذا بؤرة الزلزال في اليابسة فاحتمال حدوث يكون تقريبا ضعيفة جدا أو معدومة هي تحدث لما يكون بؤرة الزلازل في المحيط كما حدث في اليابان يمكن أن تذكروا كم سنة الماضية صحيح وبالفعل سنوه عبارة مدمر لأنه بموجات قد تصل إلى 20-30 متر وقد تمح شواطئ ومدن بأكملها هي خطيرة جدا وبالتالي إذا حدث الزلزال في المناطق المغطة بالمياه وخاصة المحيطات وخاصة إذا كان أقريبا إلى سطح القاعة للمحيط لابد من أن تكون هناك نداء للمواطنين الذين في الشواطئ للإبتعاد لكيلومترات عن المناطق لأنها تأتي أيضا فجأة قد تحدث أولا نوع من سحب المياه وهذا اللي حدث في بعض لما المياه نزاحت عن الشواطئ زحفوا الناس للمنطقة ثم تأتي فجأة بقوة آئلة وبأمواج عاقية وبالتالي في الحالة التي حدثت فيه هي معدومة ولن تحدث نعم دكتور الآن هناك الكثير من الأخبار التي يتم تدولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي أخبار مخيفة بالحقيقة شيء تحدث عن سونامي شيء تحدث عن هزات أرضية ربما تكون جديدة وخاصة بعدما أثارت أو أثار الباحث الهولندي فرانك هوغربت ضجة الكبيرة بعد حديثه عن الزلزال وقال أن هناك زلزال سيضرب هذه المنطقة بالتحديد منطقة الجنوب التركي والشمال السوري وكأنه الناس تصدق ربما هذه الأخبار العشوائية التي غير مسنودة لأي باحث أو شخص متخصص هو طبعا هو الشعب متخصص وبين يتابع البناء القوة في المحطات والرصد ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ بالوقت أو باليوم حتى وبالتالي هو أي إنسان في هذه المحطات ويتابع لأن هناك مجسات تعطيك مؤشرات ببناء القوة ولكن لا تعطيك مثل ستحدث وطبعا تصبح صعبة جدا على الدول بأن يفضوا الناس وأن يعووا الناس لأن احتمالا لا يحدث واحتمالا يحدث بعد سبوع بعد شق يعني ما في إلى الآن لم يتوصل الإنسان بكل أبحاثه بدقة تنبؤ وتحديد اليوم والساعة وحتى الوقت وهو تنطلق فيها هذه الطاقة سبحان الله طيب دكتور اليوم يعني هو ليس تنبؤ هو توقع هي علوم أو يعني أشياء متطورة ربما لا نعرفها هل باعتقادك أن نزال الخطر نتحدث حتى عن الدول المجاورة يعني أهل الأردن أهل فلسطين أهل لبنان أهل تركيا وسوريا المدن والمحافظات الأخرى هناك تخوف من أن يكون هناك قادم أصعب هل تعتقد ذلك أم تعتقد أن هو طبعا من الصعب حاليا أن الكوة تبنى بهذه السرعة لأن هذه النطاقات والصدوع هي تأثرت بالطاقة التي كانت هائلة هي أصبحت حاليا الطاقة ضعيفة جدا لا تستطيع أن تؤثر في الوقت القريب قد تكون سنوات لأن تعيد مرة ثانية هذه ولكن هي تظل منطقة شديدة الخطورة هنا لا بد أن نبدأ في عملية الوقاية دائما الوقاية تخفف من الأشياء ما هي الوقاية؟ الوقاية أولا هو أن يتم مسح كل المدن القريبة من هذه النطاقات والطدور جيولوجيا وهندسيا جيولوجيا طبقات الأرض وتعرف بعض قوتها وتحملها ثم المهندسين بعادة النظر لهذه المباني المباني التي ضعيفة لا بد تقويتها المباني الجديدة لا بد أن تبنى بمواصفات معي الزلازل وتستطيع أن تتحمل إلى تسعة درجات وهذه خبرة كبيرة في اليابان لاحظ اليابان منطقة زلازل نشطة جدا ولكن لما تحدث في الواقع قليل التأثير لا